افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار محمد إسماعيل المعرض المشترك بين مضحف سهاج قومي ومشروع جماعة ميتشجن في الجبانة الوسطى بأبيدوس لمقتنيات مقبرة ويني الأكبر أحد كبار رجال الدولة في عصر الأسرة السادسة وحاكم الصعيد التي تعرض لأول مرة منذ عام 1860 حدث تاريخي مهم شهدته محافظة سهاج بافتتاح معرض مقتنيات مقبرة ويني الأكبر أحد كبار رجال الدولة في عصر الأسرة السادسة وحاكم الصعيد المعرض الجديد والمقام بمتحف سهاج القومي يضم كل مقتنيات ونقوش مقبرة ويني الأكبر التي تم اكتشافها عن طريق بعثة ميريت وبعثة جامعة ميتشجن والتي تم اكتشافها لأول مرة عام 1858 بواسطة أوجست ميريت وبموافقة من المجلس الأعلى للأثار أعاد مشروع ميتشجن اكتشاف المقبرة عام 1999 ونجح في العثور على المزيد من القطع الأثرية الخاصة بويني نحن النهاردة موجودين في متحف سهاج وهو من أهم المتحف اللي موجودة في سعيد مصر واللي احنا ان شاء الله بنتمنى ان هي تظهر ان شاء الله وطوق يوضع على الخريطة السيحية في افتتاح معرض يعتبر من أهم المعارض وهو معرض من كبار شخصيات الدولة القديمة ويني ويني ده كان أصلا من سهاج ووصل أن يكون وزير من وزراء الدولة القديمة فبالتالي هو مهم بيبين أهمية سهاج وبيبين أهمية سهاج منذ قديم الأزل الموجودة الكبيرة اللي حصل في هذا التعاون ان احنا قتينا بكل المقتنيات اللي كانت موجودة في المتحف المصري وفيه ايضا من المناطق الأسرية وفي المخازن واللي هي كانت مباثرة وتنتمي لهذه المقصورة وتم عملية ريكونوستركشن ريكونوستركشن اعادة بناء للمقصورة دي وتم بناء على قصص علمية وبناء على مصادر تاريخية موجودة الموضوع ده احنا بيطلق عليه ريكون تكسليزيشن عادة السياقية بمعنى ان انا بجيب القطعة دي وبحسس الزائر داخل المتاحف ودي وظيفة المتاحف ان هو كما كان يراها في المقبرة فالزائر هنا وهو داخل المقصور دي عشان يزورها فبيشوفها كما كانت في المقبرة ولأول مرة منذ عام الف وثمانمائة وستين بدأت بعثة ميتشيجين ومسؤول متحف سوهاج القومي مشروع جمع القطعة الاثرية والنقوش التي تم اكتشافها بمقبرة ويني في هذا المعرض الجديد بمتحف سوهاج ترجمة نانسي قنقر